تعلّم اللغة الإنجليزية مهارة مفيدة لكنها الآن أصبحت جزءاً أساسياً من عمل ضباط الشرطة في أوكرانيا في إطار استعداداتهم لاستقبال أعداد غفيرة من جمهير كرة القدم من كل أنحاء أوروبا لمشاهدة مباريات بطوة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها أوكرانيا مناصفة مع بولندا هذا العام ويتلقى هؤلاء الضباط دورات خاصة لتعلم الإنجليزية في الأكاديمية الوطنية للشرطة بالعصامة كياذ وتبلغ مدة الدورة 72 ساعة دراسية بواقع ما يتراوح بين 4 و5 ساعات يومياً لمرة واحدة في الأسبوع وبطبيعة الحال فإن الموضوعات الرئيسية خلال تلك الدورة تتعلق بكرة القدم بحيث يكون الضباط قادرين على إجراء حوارات بسيطة حول المباريات واللعبين وغيرها ويقول رئيس أكاديمية الشرطة فالينتاين كوفالينكو أن الموضوعات الأخرى التي يتعلمها الضباط خلال الدورة تدور حول كيفية التعامل مع استفسارات الزوار الأجانب في الملاعب والشوارع والمطارات والتي تتعلق بالطرق وخرائط المدن أو في حالة التعرض للسرقة لقد أنهى 240 رجل شرطة المرحلة الأولى من الدورة وبعد مرور ثلاثة أشهر سيحصلون الآن على معلومات إضافية عن اللغة الإنجليزية تم إعطاء مواجبات منزلية ثم سيخضعون لاختبارات وعليهم إظهار معرفتهم باللغة وفي المستقبل يتعين عليهم تطبيق ما تعلموه في عمالهم ووفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية فإن هناك ثمانية ألاف رجل شرطة لديهم معرفة أساسية باللغة الإنجليزية لكن يبدو أنهم سيضطرون لممارسة اللغة بصورة مكثفة في شوارع كييف حيث لا توجد علامات للطرق باللغة الإنجليزية وتنطلق منافسات بطولة يورو 2012 في الفترة بين الثامن من يونيو والأول من يوليو القادمين خليد حسين رايترز اشتركوا في القناة